أكدت عضوة لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ نهال المغربل على أهمية استمرار انفاق الدولة على البنية الأساسية ودعم اقتصاد المعرفة وأشارت نهال المغربل إلى ضرورة استمرار تعزيز رأس المال البشري والحد من الفقر ومراعاة التوازن الجغرافي بين المحافظات في توزيع الاستثمارات لازم نعترف الأول أنه في جهد كتير جدا جدا بذل خلال الفترة السابقة في مسألة تخصيص الاستثمارات العامة وتوجيهها في فترة الحقيقة كانت غير مسبوقة بظروف اقتصادية خاصة جدا اللي بنطلبه في الحوار الوطني وللاستمرار وللتوجه نحو الجمهورية الجديدة هو مزيد من الإصلاحات والتوجهات اللي بنمني فيها على ما سبق فبالنسبة للأولويات المهم جدا طبعا استمرار الإنفاق على البنية الأساسية ولكن عايزينها كمان تكون داعمة للنشاط الاقتصادي خاصة في مجالات الجزيدة اقتصاد المعرفة واقتصاد طبعا الدائري والاقتصاد الذاكي وخلاف الحاجة الثانية طبعا استمرار في تعزيز رأس المال البشري وكمان في التخفيف على المواطن من خلال تقديم الخدمات العامة خاصة في دوق ان احنا بنتكلم على الفقر متعدد الأبعاد وبالتالي لما بنوفر له الخدمات دا بيحد من مسألة الفقر متعدد الأبعاد